بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وبعد فهذه قراءة لأرجوزة المنتخب الصغير من إعانة الأعرج الكثير من انتخاب الشيخ أسد الدين الأيوبي وفقه الله والأصل لعلام محمد بابة الشنقطي نفع الله به بسم الله الرحمن الرحيم حمد لمن إن عامه قد انتشر ونعمة العقل بها خص البشر ثم على لباب صفوة الأنام والآل والصحب الصلاة والسلام صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم صفوة مثلثة الصد صفوة وصفوة وصفوة يا مسعف النفس بكل مشتهاء يرجو بلوغ الشهوات المنتهاء الشهوات لا تناها فانتهي فكل شهوة لأخرى تنتهي فزهد النفسك فيما زهدك ربك فيه وارجوا ما وعدك فهو على المؤمن ينعم بما فهو على المؤمن ينعم بما يرى ملائما له أو مؤلما وما اشتهته النفس لا سبيل له في دار هذه الحياة العاجلة فقال المؤمن ومولما بغيرها مزلغة وقرئ بها في المتواتر وما اشتهته النفس لا سبيل له في دار هذه الحياة العاجلة فعيشها ليس له صفاء وأهلها ليس لهم وفاء فعامل الله ولا تبالي بالخلق في إدبار نوء إقبالي في إدبار نوء بالنقل الهمزة هذه غلط بالخلق في إدبار نوء إقبالي واشتغيلا بما يقرب إليه لبالذي يحمدك الناس عليه فالله قد يثيب بالأجر الجزيل من أخلص النية في السعي القليل واتقي صحبة الأولى لم يعرفوا أقدارهم أو عندها لم يقفوا فالعبد إن رأس نفسه أباء مولاه إلا أن يكون ذنبا ذيلا يعني كما أبا عز وجل إلا جعل ذوي عصيانه أذلا أذلا وعلم بأن ظلمة الذنوب تظهر بالصفاء في القلوب ولتفاوت مراتب الصفاء تفاوت الظهور منها والخفاء فصاحب أردت للقلب الصفاء من بالصفاء القلب منه التصفاء والتمح بالتوبة عنه الذنبا بالفور فالإصال يعمل قلبا ولا تكن ممن عليه يشتبه رجاء فضله بالاغترار به فاقصده بالذل والافتقار مستغفرا من سالف الأوزار فليس يخلو أحد من زللي أو أن يرى مقصرا في عملي والمهلك العناد والإصرار للذنب إن تبعه استغفار فصحح الإيمان تأمن الهلاك وحص للعلم المفيد بعد ذاك والعلم إنما يكون نافعا إن أورث الخشية والتواضعا وصحت النية في طلبه بقصد مرضات المؤمن به ومن على الإله قال ما لا يعلمه عصاب ما قد قال والعاقل العالم دأب الأدب والكضم للغيظ وإخماد الغضاب ولا يرى في الحركات والكلام منه اضطراب بل يرى فيها انتظام فلتطلو بالعلم الصحيح وعملي بالعلم إن رمت حصول الأمل وطاعة الإله ذات كيفية تصير إن بها أخل معصية فواجب بقدر الاستطاعة إتقان كيفية كل طاعة والعابد الجاهل أعلام الهدى يدعى لديهم عابثا لعابدة ورب شخص للهلاك يعدو في طرق النجاة فيما يبدو يعمل بالطاعة ثم يعجب بها فيبعد بها ويحجب ورب شخص حاله بعكس ذاك يعدو إلى النجاة في طرق الهلاك يذنب ثم يستكين ويتوب فتمحق التوبة أوزار الذنوب والحي من قلوبنا حياته تدرى بأن ساءته سيئاته وإن عن أمر الله كان معرضا ونهيه فإنه قد مرضا فمن يرم له دواء دائه فليبتدئ بالنقص من غذائه فمصلح القلب صلاح الخل وقلة الأكل وأكل الحل وشهوات البطن أصل كل شر على الجوارح من القلب انتشر ولا يزال ذو فضول الأكل طول أيامه يخوض لجة الفضول والقلب يضعف إذا كسل بدا حوك يد الأضراس أبراد السمن فتجمح النفس إلى مرج الهوى دون ارتداء يرتجأ ورعوى والأكل أصل الفضلات التي ينشأ عنها معضل العلات فإن أكلت مشتهيت كله فقد غرست أصل كل علة والجوع ما أفرط منه مفسد للقلب فالمفرط ليس يحمد فلتلزم الوسط في كل الأمور تنل خيورها وتمن الشرور وقيد أنعم الكريم شكرها وليس في طوق العباد حصرها ذكرني قوله والجوع ما أفرط منه مفسد بقول شيخ المدحين الإمام البصيري فربما خمصة شر من التخل رجع قال أو عود على بدء والاعتراف بالقصور عما يجب بالنعم لمزد النعم شكر وشكر علم أن الشكر نعم من أنعم الإله أخرى ولتتفكر في الذي أوتيته من الأياد والذي وقيته وما مراد الله من عباده إلا وقوفهم على مراده إلا وقوفهم على مراده وعلم بأن دين الإسلام غداء في غربة مثل التي فيها بداء فإن أردت أن تعيش سالما فاعتزلن وزهدا وسالما وكل شخص عن لقاه كنت في غنا ففر منه أو عنه اختفي وافزع لتقصير اللقاء إن يكون كل من الأمرين غير ممكن كل من الأمرين غير ممكن فلست إن خبرت الأمر واجدا في الألف والألفين إلا واحدا وإن رأيت الخل قد أخلى بالحق فاعفو وعذرن الخل والتتعود عادة السادات والتقين سيئ العادات والتكو ذا جد وذا لطف والين ولا تجادي للغوات المبطلين وبينن باحترام وأدب أخطاء ذي علم بيانها وجاب وحاسب النفس وناقشها هنا تكن من الحبس هناك آمنة والعلم والمال إذا ما كثرا ومد للعبد الإله العمر ولم يحاسب نفسه في ذلك هنا يطل حسابه هناك فكل مسألة علم يسأل هل كنت بالمعلوم منها تعمل وهل بالاكتساب والإنفاق راعت شرع الملك الخلاقي والله جل قد حمل محرما ولا يحوم ذو الحجة حول الحمام وذو الحجة يرتكب الضر الأخف في كل أمر إن للأعظم يخف وظن بالأنفاس إن أنفسا ما فوق الأرض لا يساوي نفسا واتقيا متح واتقيا تجديد سقطت الشدة واتقيا متح غير المتقي وامدح بوصف ظاهر محققي لا تمدحا بباطن كالورعي لا تمدحا بباطن كالورعي والزهد وانتفرية والطمعي ولم بأن السعي منك سوف يرى وتجزاه الجزاء الأوفى وما تعامل به من تلقى تسعد في الدنيا به أو تشقى فارحم عباد الله جل ترحمي ولتسقهم تسقى وأطعم تطعمي وأعني الضعيفة واعفوان عن من قد أساء من قد أساء يعفى عنك وتعن وليس في ذدار عيش صافي وقل أن يفقد منها الكافي ولا تسوف إن عقلت بعمل خاد عن النفس بتطويل الأمل أما ترى نفسك منذ شهري بل منذ عام بل سنين عشري تعيدك التشمير حينا بعد حين في الغد في جميع أيام السنين فهل وفت نفسك إذ جاء الغد بوعدها أو أخلفت ما تعيده فهجم على التوبة وهجر من أساه والتق سوفا ولعل وعسا والعبد لا عذر له في جهله دقيق مدخل الهوى من فعله إذ علم ما تنفى به الشوائب طلبه على العباد واجب وعب برب العرش من أن يكلك لنفس إن يوكل لها العبد هلك فالعبد إن يوكل إليها فإلى جهل وعجز وافتقار وكلا جهل وعجز وافتقار وكلا وهي بالحيلة للمصارعة تغلب والمهمل لن تطاوعه وأصل نقص العبد في الأحوال جميعها قلة الاحتمال وحاجة القلب للإيمان الصحيح والعمل الصالح والخل النصيح كحاجة البدن للهواء والماء واللباس والغذاء ويصعب الفطم عن المعهود من مذاب الأباء والجدود واشتغيلا بالله عن عباده واستشعرنا الخوف من إبعاده واشتغيلا بالله عن عباده واستشعرنا الخوف من إبعاده وأخملا ذكرك واستدم حذر نفسك واقطعا عن الناس النظر ولتعرف القدر الذي يحمد في كل الأمور ثم عنده قفي ولا يزال الجائنون في غرور إذ ينظرون لظواهر الأمور فاخرج بلحظ باطن الأسرار من غمرات أهل الاغترار فالناس كالأموات عند العقل لا ذم منهم لهم ولا قلال فالتقبل الخير الذي قد عرض عليك إن غيرك عنه أعرض روى الذور النبي وآله الكرام وصحبه سحب الصلاة والسلام أيضا تأثر بخاتمة البردة وأذن بسحب صلاة منك هامعة أو هامعة نعم اللهم صل لي وسلم وبرك على سيدنا محمد بعدد خلقك ورد نفسك وزارة عشر ومدر كاملاتك إليه نجيم كنوا ضيقا بجاء مصطفى مولى الجميع وعبل في مدنيتك قرارا ونصحة ومدفن البقية وفلي والولدية والمشيخ المسلمين آمين شكرا شكرا